السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحببكم شيوات حبيبة الغاوي كنتمنى تكونوا بخير على خير اليوم شعر الله بنات غد نشارك معكم هاد القرحة الخضرة بطريقة دي المقبلة صراحة كتجي بنينة بزاف وكتجي حلوة ولديدة وفيها واحد نسمة اللي هي رائعة بزاف تقدمها كمرافق الأطباق وكطباق مغير والطريقة اللي طاهي هاد القرحة الخضرة هادي اللي تقريبا صراحة كل شي كي يعني كي يحير في طريقة دي الطياب ديالها هادي واحد طريقة صراحة كتجي توجدها لنا الواليدة اللي طول فعمرها كتجي بنينة بزاف خاصة انها كتديرها بزبدة هنا يا لبنات خضيت واحد المقلات ودرت فيها واحد جهد ربعال المعلقة ديال الزيت زويتارومية ممكن انكم البنات نضيفه واحد المعلقة ديال الزبدة غير المعلقة صغيرة ولكن تكون زبدة النوعية الجيدة رهاها كتزيد كتلتد هاد القرحة هادي وكتجي فيها واحد نسمة ووعرة بالسعف وبنينا هنا يخضيت واحد البصلة من توسطها قطعتها رقيقة وضفت عليها شوية ديال منح والبصار وشحرتها مزيان حتى كتبني ديال البصلة بدت كيدخلها الطيب غاضي نضيف عليها هاد القرحة الخضراء اللي كان ناخدها وكن نقيها مزيان ضروري انكم تشحروا البصلة ها هو اللول باش ما يتبقاش لكم ريحة البصلة في ديال القرحة و تجي معسلة و تجي بنينة وما تلقش لما يلضفناها هي و البصلة يعني في خطرة واحدة كيتلقوا لما مع بعضياتهم ما كيجيش فيهم ذاك الماداق ديال التعسل في اللول هنا خضيت القرحة ديالي قطعت عدوة برات صغار وضفتها على ديك البصلة وكنشحرها ضروري كتضيفوا على هاد القرحة هتاية واحدة رشيشة صغيرة ديال الملح وكتحركوها مزيان وتغطيوها ضروري تغطيوها وكل مرة كتبقوا وتحركوها حتى كتبنيكم يعني ادخلها الطيب كتضيفوا واحدة رشيشة صغيرة ديال القرفة مع واحدة المعلقة صغيرة ديال السكر بهاد شكل هادا هراها كتجي لدي ديال البنات هاد المقبلة او لهاد القرحة دي صراحة كتجي بنينة بساف وكتجي صحية لما بغاش سكرة البنات رغم يعني بلا ما يديرو كيبقى لكم الاختيار ولكن راس سكرة هو اللي كيعطيها ديك النسمة بحالية تفايا وكتجي بنينة خاصة اللي قدرنا فيها واحدة اللي معلقة ديالزبدة انا من توفرش عندي شاركتها معاكم بهالطريقة دي ولكن ينازل تضفتوها الصراحة كتجي اللي ديال بالساف صافي هنا بعد ما طبط لي القرعارة كتجي محسلة وكنخليها كتطيب حتى كتتقلم زيان في الاخير كنضيف عليها واحدة رشيشة ديال المعدنوس حتى الاخيرة البنات حتى كنطفي عليات كنضيف هات شوية ديال المعدنوس وكنخلطوه كنقدمها يعني في الطبق ديال تقديم صراحة كتجي واحد طريقة اللي هي سهلة ومنينة ويعني صحية وزوينة بزف خاصة نغير فيها او لا نوع بها كتجي ديال طبق ديالنا ديال القرعارة كتجي طايبة ويعني كتدوب بها الزبدة كتجي ديال ديال بزفة البنات صراحة انا كان حماق عليها وكتعجبني بزف خاصة اني كنت في صغري ما كان ناكل هاشوه لكن دابا قوليت مو دمينة عليها ديال ما كان وجدها كنت من البنات انكم تعجبكم الفكرة وطبقوها صراحة كتجي واعرة بزف وشكرا بزف على المتابعة وإلى فيديو آخر ان شاء الله اشتركوا في القناة